تنضم إلينا عبر سكايب من باريس كاترين جابر البحثة في العلاقات الدولية أهلا بك أستاذة كاترين أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين إذن اجتماع الست الكبار لوزراء الدخلية تحت شعار البناء والوطن يناقش هذا الاجتماع موضوعات مثل التطرف اليمين والإرهاب والهجرة والجريمة الإلكترونية ما أهمية هذا الاجتماع في هذا التوقيت بالذات؟ بالطبع هو اجتماع مهم جدا في زل تصاعد الأحداث على الموضوعات المطروحة وأهمها هي تصاعد اليمين المتطرف في أوروبا وقضية الإرهاب نحن نعلم أمس بإعلان مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي فرنسا كانت أول الدول التي رفعت حالة التأهب تحسبا لأي محاولة لعمليات انتقامية من قبل تنظيم داعش سواء على أراضي أوروبية أو حتى في منطقة الشرق الأوسط فبالطبع قضية الإرهاب هي قضية أصبحت تهمة يعني قد لدعت فرنسا وألمانيا وحتى بريطانيا من هجمات داعش في آخر أربع سنين وبالتالي هو أهم جدا لأنه هو يعتبر بأنه حالة تأهب أو رفع حالة تأهب الكس وطبعا لمواجهة أي اعتداء على الإرهاب اليوم أيضا هناك على النقل الصعيد الآخر طبعا اللي هو صعيد تصعد اليمين المتطرف دول مثل ألمانيا وإيطاليا بها انتخابات محلية في إيطاليا مثلا الحزب اليمين المتطرف التابع لماتايو سالفيني وزير الداخلية السابق قد فاز في منطقة كانت معروفة بأنها منطقة يميل فيها التصويت إلى اليسار واليسار الرديكالي فكون أنه يتوجه ولأول مرة في هذه المنطقة يتوجه الشعب وينتخب اليمين المتطرف هو شيء مقلق جدا بالإضافة إلى أن ألمانيا أيضا كسب حزب البديل لأجل ألمانيا وهو حزب أيضا يميني متطرف مناهض للهجرة ومناهض للتكوينات غير الأصولية الألمانية المسيحية وبالتالي كسب أيضا وأصبح في المرتبة الثانية وتفوق على حزب أنجلا ميركل فبالتالي هذا وهناك فرنسا أيضا التي في بداية العام المقبل تستقبل الانتخابات المحلية وهي انتخابات مهمة جدا في أوروبا لأنها تكرر مصير الشعوب في العديد من المجالات وبالتالي حالة القلق تتساعد في سواء في القضيتين تلك أيضا هناك مشكلة الهجرة أو اللاجئين أستاذ كاثرين نعرف تماما أن تركيا تقوم بعملية عسكرية عدوانية على شمال شرق سوريا وتهدد من حين لآخر الاتحاد الأوروبي عندما انتقد هذه العملية بأنها من الممكن أن تفتح بابها للاجئين لكي يتدفقوا على أوروبا أعتقد هذا أيضا من الموضوعات المطروحة على جدوى الأعمال الست الكبار بالطبع نحن رأينا أيضا الوزير الألماني هايكو ماس أمس كان في تركيا أو في عطلة نهاية الأسبوع يعني حتى نكون دقيقين وكان في أنقرة ورقد مسافحة تشاوش أغل وزير الخارجية التركي وهي طبعا يعني نحن نعلم بأن ألمانيا لديها علاقات وطيدة جدا مع تركيا فهذا التوتر في العلاقات هو ملحوظ جدا من ناحية الحليفة الأوروبي الأقرب لتركيا فبالتالي نحن أصبحنا نلاحظ بأن هناك استهجام وهناك استنكار أوروبي لطريقة التعامل التركية نحن نرى هنا الصحفيين في فرنسا أيضا أصبحوا يطالبون ويستهجلون يعني طريقة التعاطي المسؤولين الأوروبيين يعني إذا صح التعبير الحناين أو المسواقة جدا أمام التهديدات التركية بفتح أبواب اللاجئين بشأن عملية عسكرية دون إبلاغ أحد وبالتالي هناك مطالبة لتغيير طريقة التعاطي مع تركيا واجهة تهديدتها في ذل أيضا بأن أبو بكر بغدادي هو وجد في منطقة كانت تسيطر عليها الكوات التركية فلماذا لم تصرح أو تعلن عن موجوده؟ هذا أيضا تساؤل بات مفروضا في الصحف الفرنسية بموجود أبو بكر البغدادي في منطقة إدلب التي يتوجد بها الأطراف المسلحة التابعة لتركيا طيب نحن نشاهد الآن مجموعة من المعلومات من خلال هذا الإنفوغراف حول الست الكبار الجي سيكس وزراء الداخلية يعني فرنسا إيطاليا بولندا أسبانيا المملكة المتحدة وألمانيا